موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بعد الولايات خاصة الوسطى والشرقية بعد المناطق الشرقية عرفة كميات عن طالب سنعطيكم بعض الكميات بدنا بالبيض والنعمة سجناز وجملي مترات سكيق دال ثلث ملي مترات منطقة المشهرية بالهضب العليا الغربية 4 ملي مترات البويرة وقسنطينة 6 ملي مترات بجاية 23 ملي متر جيجل 32 ملي متر الجزائر العاصمة خاصة الجزائر الوسطى 34 ملي متر والتيزي والزو 37 ملي متر والوضعية الجوية من شرحة تتغير بالزاف نشوف الحل كباش راح يكون ازكار دواصباح تبقى اسمها مغيمة على معظم المناطق الشمالية بلدنا يحتمال بعض الامطار دائما تهم بعض الولايات الغربية وايضا الوسطى امطار متفرقة وضعيفة بينما عليهضة بالعدد كذلك غيوم كثيفة والجنوب الكبير ومن اسمها صافية الى قلة الغيوم نشوفوا الوضعية كيفاش راح تكون ظاهرة هذا الخميس هذا ان شاء الله ظاهرة نقدر نقوله يبقى الوضعية كمال الصباحة باوشين الامطار تكون في الولايات الوسطى وايضا الشرقية على البلاد نرتقبوا بعد التولوج على عدة مرتفعات ما بين تسعمية الى الف متر تعاليه ضاب العليا خاصة منطقة الجلفة حتى اعكورة منطقة تلالاخ ديجال اطلس البوليدي تنية الحد بولاية تسم سيلت كذلك غيوم كثيفة على شرق البلاد واسمها صافية على الجنوب باستثناء الجنوب الشرقي وولاية ورق لأيليزي وجانات وين تعبر عليها سوحهم من نوع العالي والمتوسط تكون جزول درس الحرارة درس الحرارة مع الصباح ان شاء الله بارد الحل حتى الربعة الى خمس دراجات خاصة على الهضب العلية كما الجلفة باتنا بريكا خشلا سطيف بورس بوري ريج كذلك الاربعان ثيرة البيض كذلك هفلوا كل هذه المناطق على السوحهم بين خمسة في عنا بأيليز بعد دراجات بوهران بورون بستا ببومردس تيبازا بجاية مستقانم الجزائي العاصمة ورقلس بعد دراجات تمنيا بتوكورت الواد غردية وستة بمنطقة الغواط سبعة بطمرة ساعة عشرة بمنطقة جانت وادرار رقان تسعة بيتين دوف وستاش الى تمنتاش درجة على أقس الجنوب نشوفوا درجة الحرارة كيف تكون غدوة ان شاء الله مع الظاهرة على كل حال راي في المؤدل فصلية تلتاش الى خمستاش درجة على السوحل على هيدا برنوليا حوالي ست درجات بصح نحسوا درجة واحدة فقط ست درجات هذه نعطوها لكم بصح وش يحس الانسان مع الريح يحس حتى الدرجة تسفر الى درجة واحدة تحت تسف في منتصف النهار بينما على أقس الجنوب تلحق حتى الربعة وثلاثين درجة ما في منخص الهوغار التعصير ستة وعشرين ثمانية وعشرين سحراء الوسطى البحري البحري بقادمة وخاصة على السواحل الشرقية لأنها قوة الريح تكون ما بين ثلاثين وربعين بعد الأحيان على السواحل الوسطى خمسين كيلومتر الساحة مع تموجات لتكون الموجات تقدر تلحق تحتر الربعة الى خمسم متر على عدة مناطق ساحلية جزائرية ولتجاه تأعريح تكون شمالية شمالية غربية على السواحل الشرقية وايضا الوسطى وشمالية غربية الى غربية تماما على السواحل الغربية الرؤية رضيء السبب السحب السفلة وايضا الامطار كالعدد نختم هذه النشرة الجوية دائما بالمعلومات الفلكية شرق غرب السمش وهذه العناوين في خدمتكم الله يدوم قوستكم دائما مع برامج الشرق اشتركوا في القناة